لسه معاكم في السعودية وماتش السعودية مبارح ولكن المرة دي من شخص مصري وهو الشخص المحبوب من الوطن العربي كله ويمكن من ناس كتير جدا حول العالم الفناء اللاعب الكبير جدا محمد أبو تريكا الساحر اللي مبارح كان من أحد الناس اللي كانوا متصدرين للسوشيال ميديا محمد أبو تريكا أحد أعظم لعيبة مصر ومحلل بيني سبورت قال تصريحات عن الفوز التاريخي لمنتخب السعودية نسمع مع بعض أبو تريكا قال إيه عن فوز السعودية ونرجع لكم مراتين النهاردة ياسر قال إن أعظم مباراة في تاريخ السعودية أنا أكمل على الجملة وأقول إن دي أعظم مباراة في تاريخ العرب في كأس العالم على مدار السنين على مدار الـ 22 نسخة ربما ممكن تونس 78 مكترس مدركين هذا الجيل وهذه المباراة كنا محظوظين إن إحنا نشهد هذا التاريخ كنا محظوظين إن إحنا موجودين في استدلوسيل النهاردة لأن النهاردة المتخب بعد الكلمة بتاعت أبو تريكا وبعد الفيديو الانتشر الناس بدأت تتفاعل مع كلامه أبو تريكا على السوشيال ميديا وأول تفاعل معنا بيقول كل الحب والتقدير للمحل الكبير أبو تريكا على هذا الثناء اللي أعطى لمنتخبنا نفخر بمن هم مثلك من المحلين احترامي وتقديري لك يا كبير تويتا تانية بتقول لن أرى لعب أنقى وأطهر من أبو تريكا هذا الإنسان الفريد من نوعه عندما رأيت الفرحة الغامرة بعد فوز المنتخب السعودي فرحة لم توصفة كأن الذي فاز المنتخب مصر ومع ذلك لو فكر يذهب إلى السعودية للحجة والعمرة لن يعود قطر مرة أخرى وكل الحب والإحترام للخلوق محمد أبو تريكا أبو تريكا من ساد لوسيل ملعب مباراة الأخضر كان أبو تريكا 22 واليوم 22 والسنة 22 والأخضر السعودي في هذا اليوم المميز جدا من كل اتجاهات أبو تريكا واجه الخير اليوم ودائما طلطوا علينا كلها بهجة وسرور مصر الجنسية وبشجع السعودية ده كان هاشتاج موجود إمباراة برضو تعليق تاني من التعليقات الموجودة بيقول أبو تريكا أخي رحم الله من ربك يا أجدع وأنظف قلب شفناه الله يحميك كل الحب والتقدير ليك برضو تعليق بيقول إزاي ممكن يكون في إنسان عاقل ما يكونش بيحب أبو تريكا تعليق آخر بيقول مفيش حد أجمل وأسهل وأسهل لك من أبو تريكا يخليك تستغرب إزاي في ناس بالأخلاق دي وبجد مش عارفة لو قابلته في يوم من الأيام هوصف له حبي ليه إزاي ولا هتبقى مجرد صورة وخلاص ومش هيبقى لينا نصيب أتكلم معاه بس المقابلة دي حلم من أحلام حياتي الأوليلة والله وإن شاء الله هيتحقق